فريقنا بيستعد لأسبوع السادس دي المباراة المؤجلة من الأسبوع السادس أيضاً نحن هللعب المقالين في الأسبوع الثلاثة وعشرين بس في المباراة قدام ولكن بكرة مباراة الغد لهاكون الساعة سبعة في ملعب بيترو سبورت دي مباراة المؤجلة للنادي الأهلي من الدور الأول إن شاء الله أمام المقاولون العرب كابتا حسام البدري اختار واحد وعشرين لعيب لمواجهة المقاولون العرب غداً كلهم من محمد الشناوي وشريف إكرامي وعلي لطفي وباسم علي ومحمد هاني ومحمد نجيب وصبر رحيل وأحمد فتحي ومحمد عبد المنعم وعمر السلية وشام محمد وحسام عشور وعبد الله السعيد وجونير أجايي ووليد أزار وصلاح محسن وبكا وأحمد ياسر ريان وميد وجابر وإسلام محارب وكريم ندفد كابتا حسام بدري استبعد كل من حسام غالي أكرم توفيق محمد شريف محمود الجزار أحمد حمودي دول الأسباب فنية بينما استبعد كابتا حسام البدري كل من سعد سمير ورمي ربيعة وأيمن أشرف رمي ربيعة طبعا في ألمانيا دلوقتي إن شاء الله يرجع لنا بالسلامة أيضا أيمن أشرف مروان محسن علي معلول أحمد حمدي وليد سليمان ده للإصابة لإستبعاد اللاعبين الآخرين للإصابة يعني واضح جدا أننا عندنا مجموعة من الإصابات في أماكن مهمة جدا أيمن أشرف وليد سليمان نجم الفريق أيضا علي معلول كل اللاعبين الموجودين مصابين أعتقد من الركاز الأساسية لفريق النادي لكن إحنا عندنا مجموعة أيضا قوية يقدروا يحلوا محلهم بشكل قوي وشوفنا قبل كده مباراة كتير لعيبة مميزة كل التلاتين لعيب المتواجدين بما فيهم حتى اللاعبين الصغيرين اللي مثلا صعدوا للفريق يعني محمد عبد المنعم واحد من اللاعبين الموجودين في إدفاع النادي الأهلي كابتن حسام البدري بيستعين بي أعتقد نوع من اللاعبين إن شاء الله ليكون لهم شكل جيد جدا في الفترة القادمة طبعا يعني كل التوفيق بكرة فيه مباراة مهمة جدا نحن نقطة 54 إن شاء الله تبقى نقطة 57 وأيضا نبتعد زي ما بقول عن المنافس الحالي لنادي الأهلي هو نادي الإسماعيلي بهذه المباراة لأن هي دي المباراة المؤجلة دي اللي هتفرق كتير قوي فيه جدول الدوري بالنسبة للنادي الأهلي علي معلول واحد من اللاعبين الأساسين واللي بنعمل فارق فيه الجبهة اليسر للنادي الأهلي طبعا إصابته وإصابة عدد اللاعبين اللي موجودين زي ما قلت حالتكم أيمن أشرف وليد سينيمان بتأثر بشكل كبير نتمنى طبعا إن شاء الله علي يعني لو ريح هذين مباراة يبقى متواجد فيه المباراة اللي بعدها لكن إن شاء الله فيه كشف طبي لعلي هيحدد بشكل كبير مدى إصابته هو عنده شد فيه العضلة الخافية إن شاء الله تكون خفيفة ويرجع سليما لفريقه إن شاء الله علي معلول من اللعب المميزين واللعبين المحترفين المتواجدين داخل فريق النادي الأهلي يكون بسلامة إن شاء الله يكون متواجد سعد سمير أيضا من اللعبين المصابين حتى الآن بينتزم فيه التدريبات الجمعية استعدادة إن شاء الله يكون فيه المباراة المقالون القادمة أو المباراة القادمة موجود مع النادي الأهلي لكن سعد كان ليه تصريح عن دفاع النادي الأهلي طبعا هو بقاله فترة لكن هو سعيد بوجود محمد هاني وأي من أشرف قبل إصابته بالشكل اللي ظهروا به بشكل كبير وده هي ده الروح إن كل لعبة النادي الأهلي سواء بقى مين بيلعب في مركزك أو بنفسك لكن هي منافسة شريفة داخل الملعب أو داخل فريق عشان الفريق يبقى في أحسن حالاته فسعد كان سعيد جدا بمستوى أي من أشرف محمد هاني في تواجدهم في قلب الدفاع بينضم طبعا محمد نجيب بعد إصابته وارجوعه بالسلام إن شاء الله كل اللاعبين يبقوا في أميز حالاتهم ولكن إن شاء الله سعد هيبقى متواجد في المباراة القادمة في الجولة 23 إن شاء الله من مباراة الدور الممتاز وإن شاء الله ننتظره بقوة زي ما إحنا تعودنا عليه سعد سمير من المدافعين يعني مدافع صلب صراحة سعد وبيعرف يجيب أهداف زي ما إحنا شايفين حتى على الشاشة بيعرف يتعامل مع ضربات الرأس ودي ميزة مهمة جدا سعد بيتعامل مع سواء بقى مدافع أو مهاجم دي حاجة مميزة جدا أيضا لو إحنا بنتكلم على التدريبات بالنسبة للعبين كلهم طبعا فيه تدريبات بتبقى لمصابين تدريبات لتأهيل بعض اللعبين اللي رجعوا يعني كل ده إحنا بنتطمن على فرقتنا وليد سينمان وعلي معلول زي مورة لحضراتكم بيقوموا بتدريبات خفيفة عشان الإصابة بيتطمنوا على نفسهم حتى لو إنت مصاب فإنت بتاخد زي ما بنقول إيه راحة مش سلبية عشان طبعا العضلات والنفس بتاعك ممكن تجري على خفيفة ممكن النهاردة التدريبات بالنسبة ليهم كانت تدريبات خفيفة جدا لحين طبعا إن شاء الله عودتهم بالسلامة لو إحنا كنا بنتكلم بقى على النادي الأهلي في الفترة الأخيرة طبعا وليد سينمان واحد من نجوم النادي الأهلي في الفترة السابقة وكان ليه كلمة العليا في بعض المباراة زي ما إحنا شايفين في مباراة الإسماعيلي بالذات إحنا بنتكلم على النادي الأهلي ما شاء الله عنده قدرة على الاختراق من الأطراف قدرة على الاختراق من العمق لكن ما زال النادي الأهلي الكرات السابقة مهمة جدا أنك تستفد بها حتة التريكات أو التريكس اللي بتبقى موجودة في الدرابات السابقة رسا النادي الأهلي كان ممكن يستغلها أفضل من كده إن شاء الله الفترة اللي جاي يبقى فيه هذه الجزوية كابتا حسام البدري بيستعد لمباراة الغد بالدرابات السابقة وجزء منها في التدريب النهاردة وكان يعني تم اللاعبين بيشتركوا فيه هذه الجزوية أحمد فتحي وباكا وعبدالله السعيد وصلاح محسن ومحمد شريف صبر رحيل واميد وجابر وأحمد حمودي كلهم عندهم القدرات في حتة التصويف في حتة الخداع كل ده مهم جدا في القراط السابقة إن شاء الله نشوف كمان صلاح محسن المتواجد فيه قيمة النادي الأهلي المرة التانية على التوالي متواجد وأعتقد أن كابتا حسام البدري هيختار الوقت المناسب لهذا اللعب دي ليتواجد فيه الفريق أو يتواجد فيه الملعب إن شاء الله ونشوفه في أحسن حالاته لأنه هو العيب الصغير في السن وأيضا لعب مميز جدا وكل بينتظر صلاح محسن صراح كل بينتظر هذا اللعب اللي ممكن كتير أو تكلمه على صفقته كتير يتكلمه على المقابل المادي ولكن كلنا ثقة فيه هذا اللعب كلنا ثقة فيه لجنة الكرة واللي اختاره صلاح محسن فيه يبقى متواجد أنا سألت عن صلاح محسن جميع مدربينه سواء مدربينه في أمبي أو مدربين النادي الأهلي اللي كانوا ممكن فوقت من الوقت بيلعبوه كانوا بيشكروا فيه بشكل كبير وده مستقبل الكرة المصرية إن شاء الله يبقى متواجد مع النادي الأهلي وتقلقه هيكون موجود أيضا فيه منتخب مصر في حين تقلقه إن شاء الله بأمر الله أيمن أشرف بيكتفي بالتدريبات البدنية النهاردة أمامنا على الشاشة طبعا مع دكتور عصام صراج الدين يعني واحد من الناس اللي كانوا في الفترة السابقة بيكتهد بشكل كبير دلوقتي معه طبعا واحد من الأفزاز فيه عملية التعاقدات مهندس عدلي القيعي وبيساعد طبعا دكتور عصام صراج الدين يمكن طبعا مهندس عدلي قيعي أمامنا على الشاشة واحد من الناس الجميلة اللي يعني فعلا هو مدرسة مدرسة بتعلم هذه الجزئية على جزئية التفاوض جزئية حاجات كتير بإحنا محتاجينها في الفترة القادمة وإن شاء الله مهندس عدلي قيعي موجود مش عشان بس فقط حيط التعاقدات هو بيعمل كوادر أيضا للنادي الآله الفترة القادمة في هذه الجزئية جزئية التعاقدات يبقى مين موجود في الفترات القادمة يمكن النهاردة كان فيه نص ملعب مختار التيتشم مقفول عشان بعض الإصلاحات بالنسبة للملعب أيضا لو احنا رحنا لمنتخبنا الأولمبي يعني بعد أخبارنا عن النادي الأهلي والواطمئنان على اللاعبين منتخب الأولمبي بقالة كابتن شوئي غريب فيه مدتين إن شاء الله تم خلاص اتفاق عليهم أمام المنتخب السعودي وده هيكون إن شاء الله في شهر مارس طبعا إحنا عارفين أن الأجندة الدولية مرتبطة حتى بالمنتخب الأولمبي فحين نتوقف الدور إن شاء الله في شهر مارس أو الأجندة الدولية الخاصة في شهر مارس ومعسكر أو فريقنا الأول فيه أيضا معسكر لمنتخب الأولمبي اللي بيقوده كابتن شوئي غريب ومع مجموعة من النجوم كابتن معتم الجمال كابتن محمد شوقي كابتن وايا الرياض هيكونوا متواجدين على رأس الجهاز إن شاء الله هيلعبوا مباراتين أمام المنتخب السعودي يوم 23 ويوم 26 وخلاص ده تم الاتفاق على المباراتين دول كل التوفيق ليهم وأيضا يعني كابتن شوق غريب واحد من المدربين اللي عارفين يعني إيه منتخب مصر وعارفين يعني إيه إن هم يحصلوا على بطلات طبعا فاكرين منتخب الشباب لما حصل على المركز الثالث في كأس العلام كل التوفيق لكابتن شوق غريب والمنتخب المنبي مبارات الجولة 23 إن شاء الله سوف تقام يوم الجمعة والسبت والاثنين من الأسبوع القادم إن شاء الله هيكون يوم الجمعة 9 فبراير مبارات الدخلية مع الإسماعيلي ووادي دجلة مع بيترو جيت والإنتاج الحربي مع الاتحاد السكندري يوم السبت هيكون فريق الأسوتي مع النص واسموحة مع الزمالك الاتنين إن شاء الله يكون طنطم مع طلاق الجيش والأهلي مع المقاولون العرب دي المباراة اللي موجودة في الأسبوع الثلاثة وعشرين بالنسبة لنادي الأهلي لكن أما مبارات الغد فهي من الأسبوع السادس من الدور الأول ممكن دي كانت بعض الأخبار الخاصة بالنادي الأهلي ومنتخب مصر الأولمبي ومبارات الدوري ممتاز أكيد وإحنا بنتكلم على الأفضل النادي الأهلي دائما هو الأفضل النادي الأهلي في استفتاء الأهرام الرياضي أمس بيحصل على ست ألقاب من هذا الاستفتاء كلام كتير بقى وهنشوف من خلال هذه الألقاب والحفل اللي كان موجود مبارح مع الناقد الرياضي محسن لمنوم بالأهرام الرياضي بالأهرام الرياضي استاذ محسن لمنوم كلام كتير عن اختيار هذه الألقاب بالنسبة لنادي أهلي والألقاب الأخرى اللي تم الحصول عليها من بعض اللاعبين وبعض المؤسسات الرياضية في مصروع كنا으니까 ح jointly راح لفاصل واستقبل ضيفنا الكريم استاذ محسن لمنوم الناقد الرياضي بالأهرام الرياضي اشتركوا في القناة